السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير نهاردة هعمل معيكم تورتة شوكولاتة اقتصادية عملت معيكم واحدة قبل كده وبشهادة كل اللي جربها ودعها ان هي احلى تورتة شوكولاتة وان هي طالعة مظبوطة جدا وزي بتاعة المحلات واحلى كمان وان الجلاش طالعة مظبوط معاهم وكل حاجة كانت تمام لكن لقيت بعض التعليقات ان هي مكلفة جدا وان انا استخدمها ادوات كتير وان مش كل الناس عندها الادوات دي وان سعر كريمة الخفق غالي وكمان الشوكولاتة اللي استخدمناها قررت ان انا عمل لكم حاجة اقتصادية النهاردة بدون ادوات خالص وبالتفصيل لو اي حد لسه مبتدئ او لو ام مثلا عايز تعمل تورتة حلوة لعيد ميلاد لولادها او لو حد عايز يهادي حد بتورتايا حلوة او لو حتى حتى عايز يبدأ مشروع زي ما انا عملت بالزبط هعملها معيكم بمنتهى بساطة وهشرح لكم كل حاجة بالفيديو وهستخدم كمان حاجات في حدوط امكانيات الناس كلها تبقى متوفرة ومن غير اي ادوات خالص او هقول لكم ايه البدايل اللي ممكن تبقى موجودة في كل بيت ونقدر نيطلع بيها تورتة حلوة زي بتاعة المحلات طعمها طحفة ومحدش هيصدق انها معمولة في البيت يلا بينا نشوف طريقتها مع بعض اول حاجة هنبدأ بيها هي الكيك ودي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها هنحتاج 500 جرام من سبونش شوكولاتة هنشتريه من اي محل مستلزمات حلويات وده يعتبر اوفر وارخص حاجة لو مش موجود جنبنا محل مستلزمات حلويات هنجيب كيك ميكس شوكولاتة من اي سوبر ماركت والطريقة دي بتبقى نكحة ومضمونة لاي حد مبتدئ او اي حد عايز يجرب وخايف ان الكيك تفشل معي لو حابين تعملوا الميكس ده في البيت يبقى هتشوفوا الفيديو اللي احنا عملنا فيه ترسة الشوكولاتة بالمقادير بتاعته هنحتاج كمان كوباية من الزيت هنستخدم اي زيت نباتي موجود عندنا ثلاث حبات كبار من البيت زي ما انتو شايفين حجم البيضة لو البيض عندكم حجمه صغير يبقى هنستخدم اربعة بدل تلات واخر حاجة كوباية من المية الدفية وبس كده في طبقة هنحط البيض وهنا هضيف معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وده اختياري طبعا وهضيف كمان الزيت وهفك البيض مع الزيت الاول وبعدين هضيف ميكس الاسبونش الشوكولاتة اللي احنا قلنا عليه وهنقلب كله مع بعض لحد دم ما احس ان كل المكونات كده اندمجت بالشكل اللي انتو شايفينه ده وعندي هنا كوباية المية الدفية بتبقى يعني قريبة للسخنة شوية هحط عليها معلقة نسكافي وده اختياري برضو لكن بتفرق فالطعم بتدي طعم حلو والمية السخنة بتفصل الخليط كده وبتطلع الكيك طرية ومتمسكة وطعمها حلو هنا بقى ولا همحتاجين ان احنا نضيف سكر ولا ملح ولا دقيق ولا لبن الميكس فيه كل حاجة احنا بس ضفنا البيض والزيت والمية هنقلب كله مع بعض وعندي هنا صنيتين مقاسة عشرين مدهونين زبدة او زيت وفيهم ورقة زبدة لو موجودة عندنا هنقسم الخليط عليهم هما الاتنين نحاول ان احنا نثبت الخليط على الصنيتين بالنظر كده او ممكن بمعلاقة كبيرة نقسمه عشان لو عايزين نضمن ان الاتنين اطلعوا مقاس واحد لو ما عندناش صنيتين نفس المقاس هنحط نص الخليط في الصينية وهندخل له الفرن واول ما تطلع وته ده شوية ندخل التانية على طول هندخلهم على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة في الرف اللي في النص وقادي شاكلهم بعد ما طلعوا من الفرن بنسيبهم في الصواني يرتاحوا خالص ويبردوا ما منطلعهمش دلوقتي وهنا بعد ما سيبت الكيك ارتاحت بالشكل اللي انتو شايفينه ده هفك معاكو وراء الزبدة ووريكو قد ايه طلع طرية وشكلها حلو متماسكة مش مفرفتة واخدى لون طحفة طبعا بدون اي اضافات ولا اي حاجة بتطلع معنا مزبوط زي ما تعودنا من اول فيديو عملتوا معاكو خالص ان احنا لازم نلف الكيك في بلاستيك ونشيلها في التلاجة مش هقل من ساعتين والخطوة دي مهمة جدا دي اللي هتسهل علينا التزيين والشغل في الكيك دي اطلع معنا مزبوطة والطبقات متساوية وشكلها حل ويفضل ان احنا نسيبها قبلها بليلة لو مش مستعجلين عليها ممكن نستخدم كيس بلاستيك عادي مش لازم نستراتش دلوقتي بقى هنعمل الجناش عندي اربع عبوات من الكريم شانتي ده المتاح عندي لكن يفضل ان احنا نجيب كريم شانتي سايد من محل المستدزمات حلويات العبوة 75 جرام يعني احتاج 300 جرام عندي كمان قالب شوكولاتة دي اقل نوع شوكولاتة موجود ساره كويس جدا اللي هي شوكولاتة الطبخ العادية موجودة في اي سوبر ماركت او برضو هتلاقوها موجودة محل المستدزمات الحلويات انا جدت اقل حاجة موجودة عندي هنستخدمها كلها معاها كوبايتين من اللبن وبس كده هناخد قالب الشوكولاتة انقطعه صغير بالسكينة او ممكن نبشره بالمبشرة الطريقة السهلة عليكو استخدموها وقالب الشوكولاتة ده 650 جرام تقريبا هتلاقوني كتبالكو كل حاجة بالتفصيل في صندوق الوصف المقادير بالجرامات بتاعتها يعني نستخدم ده في كمية الكريم شانتي شوكولاتة علشان تطلع معانا متماسكة وتدينا جناش مزبوط زي ما تشايفين بقطع الشوكولاتة صغير جدا وهنا بعد ما خلصت الكمية كلها نقطعها بالشكل الصغير ده على قد ما نقدر علشان تسيح معانا بسرعة لما نضيف عليها الكريمة السخنة فحالة هنحط كوبايتين اللبن وهنضيف عليهم أربع عبوات الكريم شانتي وهنقلبهم كويس جدا وبعدين هنرفعهم على نار متوسطة لحد ما يوصلوا لدرجة الغلائن وهم على النار نحاول يكون التقليب مستمر علشان ما يكالكعش معانا أنا استخدمت حاجة صغيرة قوي فانتم ما تعملوش زي واستخدموا حالة أكبر شوية وهنا الكريمة بعد ما سخناها على البوتاجاز هنزل على الشوكولاتة اللي احنا قطعناها ونقلب بسرعة جدا علشان الشوكولاتة تسيح وتدينا كده لون تدريجي بالشكل اللي انتو شايفينه ده نفضل كده تقليب مستمر لحد ما ندمن ان الشوكولاتة ساحت خالص لو حابين تضيفه أي مناكهات ممكن نحط شوية قرفة أو فانيليا سيلة زي ما تحب بس أنا مش هضيف حاجة خالص وهكتفي بتعامل الشوكولاتة هسيبها ترتاح بقى لحد ما تبرد خالص وبعدين ادخلت تلاجة برضو مش هقل من ساعتين وينا بعد ما طلعت الكيك من التلاجة حطيتها على نفس صنية الخبز اللي انا خبست فيها الكيك علشان اقدر اتحكم فيها اكتر وبجيب اي سكينة حامية عندي شوية ومن نص كده هقسم الكيك لطبقتين هقسم كل واحدة لطبقتين علشان يبقى عندي كيك من اربع طبقات المفروض ان انا كنت احط فوتا تحت الصينية بس انا نسيت الحقيقة ومكنتش عايزة اواقف الفيديو لكن حطوا فوتا احسن عشان تبقى سهل عليكم تتحكموا فيها والصينية بتتحركش كده زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما قطعت الكيك شايفين طلعها متساوية وشكلها حلو ومن نص مش مكتومة وطبقات كلهم طلعين متساويين وشكلهم حل وقادي الجناش كمان بعد ما طلعناهم التلاجة هوريكو قد ايه لونه حلو متماسك شايفين حتى ما بيقعش من المعلقة متماسك جدا وبصراحة طعمه طحفة ويعني ناجح بطريقة مش طبعية هيبقى عندكم الجناش الاقتصادي ما عندكم الجناش الغني اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات اختاروا منهم اللي ناسبكو هندربه بالمضرب الكهربائي علشان نمتدي نزاين الكيك لو ما عندناش مضرب كهربائي يبقى هنعمله بالمضرب اليدوي او معلقة خشب بس هياخد مننا وقته مجهود شوية شايفين لونه بيفتح ازاي مع الضرب هقلبه برضو عشان اتأكد ان هو الضرب كويس وخلاص كده يبقى جاهز عندي هنا كيس بلاستيك ممكن نستخدم اي كيس ده الكيس اللي موجودة عندي هبتدي اخد من الجناش وحط في الكيس بس ما نملاش كتير قوي يعني نستخدم شوية ولما يخلص نبتدي ناخد تاني عشان نعرف نتحكم فيه والكيس ما يبقاش حجمه كبير على قدين وحنقص حرف الكيس بالمقاصة زي ما انتو شايفين كده ومش قادرة اوصف لكو قد ايه الخطوة دي بتوفر علينا وقت ومجهود وبنشتغل كده بنضافة وروقان والكيك هيطلع معنا طبقات متساوية وكلها شكلها حل هنجيب نفس الصينية اللي احنا استخدمناها ونحط عليها البورد بالشكل اللي انتو شايفينه ده وده بديل الطبق اللي هو بيلف هتخلينا نلف البورد ونزين الكيك بسهولة وتبقى نعرف نتحكم فيها كويس هناخد شوية من الجناش كده نحطهم في النص علشان نحط عليهم اول طبقة ونوزعهم ونسبت عليهم الكيك علشان تبقى سهلة علينا في التازين وهنجيب اي نوع عصير موجودة عندنا نشرب بيه الكيك لو ما فيش عصير ممكن ندوب مع لقتين عصل ابيض في شوية مية ممكن كمان نعمل سكر ومية ولمون على النار لمدة 10 دقيق ونسيبهم يبردوا المهم ان احنا نشرب الكيك علشان تطلع طرية كده وطعمها حلو نكرر نفس الموضوع في كل الطبقات هنبتدي نوزع الجناش بالكيس كده هيبقى سهل علينا جدا وهيطلع متسابي في كل الطبقات وكل كمية الجناش اللي احنا عملناها دي هتكفي حشوة الكيك وتغلفها وتازينها وكل حاجة بسباتولا او بسكينة هنحاول كده نساوي الجناش على قد ما نقدر وممكن هنا بقى اللي حابب ممكن يديف مكسرات ممكن نحط سوس شوكولاتة ممكن نتحن شوية قري ونحطهم فوق الجناش كده اللي حابب يعني يحط شوية اضافات زي ما تحبوا انا بس بديكوا افكار هنحط الطبقة التانية وهنسقيها وهنقرر الموضوع لحد اخر طبقة ونحاول كده وإحنا بنحط الكيك نسبتها ونحطها مظبوطة ما يبقاش في حتة طالعة وحتة نزلة يعني نحاول نسبتها على قد ما نقدر شايفين قد ايه الموضوع سهل وبسيط وبأدوات بسيطة عن طلع كيكة طحفة ترتاية حلوة بنشتريها من بره بتكلفة عليها جدا مهما كلفناها في البيت ومهما صرفنا عليها مفيش وجه مكرنة بالاسعار اللي احنا بنشوفها بره وكفاية ان احنا عملينها على زوقنا وعملينها بأيدينا اكيد هتتقدر اكتر وهتبقى قيمة اكتر خصوصا لو عاملينها للولاد او لو عاملينها لصحابنا او لحد مثلا بنحبه هيفرح بيها ان احنا وقفنا وعملنا كل المجهود ده عشان نبسطه وهنيجي بقى لآخر طبقة كيك وهنحطها على ظهرها علشان تدينا سطحة مستوي نسبتها كويس برضو كده ونحاول ان احنا نضغط بأيدينا حاجة بسيطة وهنوزع الجناش عليها من فوق وعلى الجوانب ونغطي الكيك بالجناش كل لو في اي فراغات بنرجع نعيد عليها ونملاها تاني علشان تدينا طبقة سميكة نغلف بيها الكيك بطريقة صحة زي ما انتو شايفين انا لما بلاقي فراغات برجع كده اعيد عليها تاني عشان تبقى سهل علي وانا بزينا هنجيب كارد عندنا مش بنستخدمه ده بيبقى طبعا نضيف وانا شايلاء عندي في البابة وبصراحة احلى وابسط طريقة لتزيين الكيك او ان انا اسويها الكارد بيدي نتيجة هيلة ومش مكلف وموجود طبعا عندنا كلنا بساوي الجوانب بتاعت الكيك وبساويها من فوق على قد ما اقدر في الاول هتحسوا ان الجناش مش متماسك بالشكل اللي انتو عايزينه مش بيديكن نتيجة اللي انتو عايزينها لاننا لازم نتاخ خلق الكيك التلاجة مش هقل من ساعتين ودي اهم خطوة في الموضوع كله علشان نقدر نساوي الكيك بشكل صح ويطلع شكلها مزبوط انا هحاول دلوقتي اساويها كده على قد ما اقدر وهنضف حوالين الكيك وهدخلها التلاجة وهنا بعد ما طلعتها من التلاجة حوالي ساعتين تقريبا بجيب طبق فيه مية سخنة وبنزل فيه الكارد وبنشفه وبامشي بيه على الكيك هتلاقوا الكيك نعمت ودت شكل حلو جدا وباقت سهلة وبدأ شكلها يتزبت وكل الفراغات دي بتتملي وبتاخد كده طبقة بتلمع وهتتفاجئوا بالنتيجة وقد ايه الموضوع سهل وهتلاقوا شكلها بقى حلو جدا وهتبقوا راضيين عنها وكل ما نعيد عليها كل ما تدينا نتيجة احسن باخد كده الحروفة على جوه زي ما انتم شايفينها علشان ازبط الحرف بتاع الكيك وهعيد عليها تاني لحد ما حس انها خلاص شكلها حلو مزبوطة كل ما نمشي بالخطوات بالترتيب يعني ان دخلت تلاجة وتمسك ونبتدي نعمل الخطوات دي كل ما نسدينا نتيجة احسن ومتاخدش من هنا وقت كتير في التزيين دلوقتي بقى هنجيب ورقة بيضة كده عادية نعملها كون او ارتاس ونلزقها بقى اي لازق من الجنب ونقفل هاش من تحت وانا سياحت شوية شوكولاتة في المايكرويف وهبتدي اعمل شكل من فوق حوالين حرف الكيك بالشكل اللي انتم شايفينه ده وعشان الكيك سقع هتلاقوا الشوكولاتة مسكت على طول ومش هتنزل لحد تحت وهتديكوا شكل حلو جدا بورقة بيضة شايفين غيرنا من شكل الكيك خالص وهبتدي امشي على الحروف وبسكينة كده احاول اسويها واخلي شكلها حل وهنجيب حبابات او ركائق الشوكولاتة اللي هي لتشوكولات شيبس وهنبتدي نزين الكيك من تحت انا بحاول اديكوا افكار ازاي تزينه كيك من غير ادواته بحاجات بسيطة طبعا طريقة التزين دي ترجع لكم وترجع لزوق وعندي هنا كمان شوكولاتة مبشورة عملتها معاكم في الفيديو اللي فات ووريتكم الطريقة بتاعتها هرش شوية كده على الكيك من فوق ممكن نكمل فوق بسوط شوكولاتة نغطية كلها وممكن نحط برضو شوكولات شيبس من فوق ممكن نحط الشوكولاتة المبشورة دي من الجنب ابدعوا انتوا بقى في التزين وزينوا براحتكم عندي هنا شوكولاتاية كده احطها في النص ممكن نحط فراولة وممكن نحط مكسرات ممكن نغلفها كلها بمكسرات عندنا مثلا او حتى لو سوداني شوفوا ايه المناسب ليكم وايه الشكل اللي انتوا حابينه اكتر واعملو انا بس عايزة اوريكوا قد ايه هي طلع شكلها طحفة من غير اي ادوات خالص وبحاجات بسيطة طلعنا كيك زي بتاعت المحلات شايفين قد ايه جميلة والشيك واقتصادية في نفس الوقت ده غير ان الطعامها وهمي بجد والطبقات كده طلعة مظبوطة هقطعها معيكم ووريكم شكلها من جوة عاملة زي انا هنا نقلتها على بورد تانية اصغر لان حسيت ان الاولانية جبيرة ودي مناسبة وشكلها احلى انا حاولت في الفيديو ده اوصل لكم كل المعلومات اللي انتم محتاجينها جربوا كده وقولولي رأيكم ويراب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم ولو عندكم اي اسئلة اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة شكرا جدا لمشاهدتكم ومع السلامة اشتركوا في القناة